أعلنت سوني عن وصول خدمة أبل للمحتوى المرئي اللي هو طبعاً أبل تي في بلس لأجهزة بلاي ستيشن 5 وتقديم اشتراك مجاني للمستخدمين في الخدمة لمدة 6 أشهر كاملة ورح اتيح هذه الخطوة لأصحاب أجهزة بلاي ستيشن 5 الاشتراك في الخدمة للحصول على 6 أشهر تجربية من الآن وحتى 22 يوليو العام المقبل على أن يطم طبعاً بعدها خصم اشتراك شهري مقابل 6 دولارات في حال استمرار الاشتراك بالخدمة لما بعد هذه الشهور التجربية اللي عم بتقدمها سوني فيما لن يتم خصم أي مبلغ في حال تم ألغاء طبعاً الاشتراك قبل نهاية الفترة التجربية يعني فيكن تجربوا لكل الناس اللي عندهم بلاي ستيشن 5 فيكن تجربوا أبل تي في بلس لمدة 6 أشهر وإذا محبين تكملوا وينخصم منكم ممكن تلغوا الاشتراك قبل نهاية هذه الستة أشهر ويلزم طبعاً للاستفادة من الخدمة وجود حساب بلاي ستيشن نتورك لدى المستخدمين الرغبين بالاشتراك بجأنب أيضاً حساب أبل رح يكون بإمكان المستفيدين من خدمة أبل تي في بلس متابعة أحدث أعمال أبل للمحتوى المرئي وغيرها من الأعمال والأفلام والمسلسلات اللي عم تنعرض على أبل تي في بلس خبر لطيفك حلو لكل الناس اللي عندهم بلاي ستيشن 5